اصدقائي صديقاتي كريمة سمني تحييكم وأترحب بكم في الحلقة الثانية والثلاثين داي سانجونيكا من سلسلة دروس تعلم اللغة اليابانية تتمحور دروسنا حول تمثيلية تحمل عنوان اليابان حبي وفي كل حلقة من التمثيلية تعبير رئيسي تحفظونه ذهب ليو مع أكي ابنة أستاذه مساكي إلى مطعم لتناول الغداء معا بعد تدريبات الأيكيدو ونتابع اليوم الحوار الذي در بينهما في المطعم استمعوا إلى الحوار التالي أكي سان اسمائي ها دوترا دسكا شبية يو شبية؟ ميكا سان مشبية دطلنا شبية يو شبية يو إليكم الآن معاني الجمل أكي سان اسمائي ها دوترا دسكا يا أنيسا أكي أين تسكنين؟ شبية يو شبية شبية؟ شبية؟ ميكا سان مشبية دطلنا أذكر أن ميكا أيضا تسكن في شبية بينما قال ليو هذا في نفسه رن الهاتف المحمول شبية شبية بعد إذنك لحظة موش موش؟ ألو والآن بعد أن عرفتم معاني كل جملة استمعوا إلى الحوار كاملا مرة أخرى والآن إليكم تعبير اليوم إنها الجملة الرئيسية التي أريدكم أن تحفظوها فاستمعوا جيدا موش موش تعبير اليوم هو موش موش ألو إنها الكلمة التي تفتتح بها المكالمة الهاتفية سواء من جانب صاحب المكالمة أو متلقيها في الحوار رأينا أكي ترد على اتصال هاتفي بالقول موش موش كما أن نقول ألو دعونا نتحدث قليلا عن آداب الاتصال الهاتفي في اليابان أولا عندما يرن الهاتف يرد متلقي المكالمة قائلا موش موش وهناك أيضا من يذكر اسمه كي يتأكد صاحب الاتصال أنه طلب الرقم الصحيح موش موش ليو ديس ألو أنا ليو وعندئذ يقول المتصل موش موش ثم يعرف اسمه وغالبا ما يكون اسم العائلة موش موش ساتو ديس ألو أنا ساتو دعونا نستمع إلى نموذج لكيفية بدء المكالمة الهاتفية موش 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 ساتو ديس وهكذا موش موش هي كلمة يمكن لكل من صاحب المكالمة الهاتفية ومتلقيها على السواء أن يفتتح بها المكالمة إنها تحية سهلة ولطيفة اليابانية في كلمتين إنها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية تعرفنا اليوم على الكلمة التي تفتتح بها المكالمة الهاتفية موش موش إذن كيف ننهي المكالمة؟ عادة لا نستخدم كلمة الوداع سايونر بل إذا كانت المكالمة الهاتفية لها طابع رسمي ولتكن مكالمة عمل يقول المرأة والآن بعد إذنك وذلك قبل وضع السماعة مباشرة أما إذا كانت المكالمة بين أفراد نفس الأسرة أو أصدقاء كثيرا ما يستخدمون الكلمة وهي كلمة وداع دارجة وخالية من أي طابع رسمي وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس وحتى الدرس القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر